موسيقى الحمد لله رب العالمين أحمدك يا ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين كشف الدجا ببهائه ملك الورى بكماله عضمت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين مشاهدي الكرام مشاهدي قناة الحقيقة الدولية أهلا وسهلا بكم في برنامجكم وتحل الحياة نعم وتحل الحياة بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتحل الحياة بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا نبينا نبي الرحمة نبينا الشخصية العظيمة عليه الصلاة والسلام اختصر وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم حفه الله بعناية خاصة برعاية خاصة اسمه محمد أي المحمود من رب العزة وفي السماوات وفي الأرض هذا اليوم يسعدنا حقيقة أن نستضيف داعية من الدعاء الذي نسعد بهم ونعتز بهم من هذه الأمة أمة الإسلام الخيرية ما زالت في الأمة بفضله تعالى معنا هذه الليلة الداعي الكبير الدكتور عبد الفتاح السمان مؤسس علم الاقتصاد النبوي مؤسس علم الاقتصاد النبوي أهلا وسهلا بك دكتورنا الأستاذ عبد الفتاح السمان ويا مرحبا حياكم الله يا أهلا وسهلا ومرحبا يعني في هذه الأرض الطيبة هذا الأردن الأردن الذي أقول أنه بألفه أمان مشهود وبرائه رمز للتعايش معهود وبداله دين يعز من زمن الجدود ونونه نصرة للمظلوم وكف ممدود هذا الأردن نفخر أننا نعيش على ترابه ونتفيأ من ظلاله ونتقاسم مع أهله هذه اللقمة الصغيرة المتواضعة لكن نحسبها عند الله عز وجل ملؤها البركة وملؤها السعادة أهلا وسهلا بك أستاذنا الكبير الدكتورنا الدكتور عبد الفتاح السمان هو مدرس أستاذ في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن وأيضا مدرس في جامعة الأمريكية المفتوحة وهو أستاذ مختص في علم الاقتصاد النبوي وتميز حقيقة ولفت النظر بما كتبه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سنبدأ مع دكتورنا العزيز بهذا الموضوع الشيخ حقيقة والملفت للنظر والحديث أول من كتب عنه فضيلة الشيخ ويعني نعتز ونفتخر أن كتابه قدمه أستاذ الدكتور محمد الزحيلي خبير وعضو المجامع الفقهية حتى قال عنه أنه رقم واحد في السيرة النبوية نعم تميزت علمنا والداعي الكبير الأستاذ عبد الفتاح السمان بدأت بقولك عن نبينا محمد وفي عنوان هذا الكتاب كان صلى الله عليه وسلم ثريا منفقا لا فقيرا زاهدا تطلعنا عن النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أن هناك يداني في الإسلام لا ثالث لهما يد عليا هي المعطية وفي رواية المنطية ويد سفلى هي الآخذة فالنبي عليه الصلاة والسلام بلا أدنى شك قبل أن نتحدث عن أي شيء هو من اليد المعطية وهكذا أراد لأمته لذلك كل سبيل إلى أن تكون يد هذه الأمة هي يد السؤال ويد الأخ هذا بعيد عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام لذلك نبدأ هذا الحديث بقولنا بقاعدة عامة أن الإسلام والفقر لا يجتمعان لا يمكن بحال من الأحوال أن ترى جهلا وتقول هذا إسلام أن ترى ضلالا وتقول هذا إسلام أن ترى فقرا وهذا إسلام لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا إنما أتوا ليخرجوا الناس ليس فقط من الظلمات إلى النور أيضا ليخرجوهم من الفقر إلى المال انظر الآن إلى تسلسل الأنبياء سيدنا نوح عليه السلام هو الذي صنع السفينة وهو الذي ركب القوم في سفينته وجعل فيها من البقر الثنين ومن مع الثنين وصنع كل شيء من ماله الخاص من جهديه الخاص وأفاد قومه ولم يأخذ منهم شيئا سيدنا إبراهيم كان أبو الضيفان فهو الذي جاء بالعجل الحنيز وهذا مثال صغير لما كانت حياة سيدنا إبراهيم من الكرم ومن العطاء وهو الذي بفضله الآن هذه الدول التي تنعم بالخيرات إنما ببركة دعاء من أدعية سيدنا إبراهيم وارزق أهلهم من الثمرات سيدنا موسى عليه السلام هو الذي دعا أخرج لنا من فومها وعدسها وبصلها وقتائها والمن والسلوى سيدنا عيسى أنزل مائد جاهز هو الذي أطعم الناس يعني اليوم الطعام الشهي الجاهز الأنبياء يقدمونه للناس عندما نصل إلى سيد الخلق وحبيب الحق النبي عليه الصلاة والسلام سنجد أنه إمام أهل الكرم وإمام الإنفاق وإمام من لم يرد سائلا في حياته وذلك مصداق لآية كريمة يحفظها الجميع وأنا أوجه سؤالي لأسادة المشاهدين هل تجدون آية في كتاب الله وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَفْقَرْ هل يوجد آية وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَفْقَرْ ما الآية الموجودة؟ شيخنا أنت إمامنا وحافظنا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى إذن الله عز وجل هو الذي قال فأغنى من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام فقير إذن لم تصله هذه الآية أو أنه يظن أن هذه الآية من سوخة أو أن لها معنى آخر اليوم الله عز وجل عندما نقرأ هذه الآية كل يوم وهي من الآيات المحكمة وهي سابع سورة نزولا الله عز وجل يمتن على نبيه بأن وجده عائلا فأغنى فكل حديث عن فقر النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى تصويب للآراء أضف إلى أن الله عز وجل الغني الله عز وجل الغني الرازق أرسل الأنبياء جميعا وعلى لسان جميع الأنبياء كل الأنبياء ثلاثة عشر آية في كتاب الله على لسان جميع الأنبياء قل لا أسألكم عليه مالا قل لا أسألكم عليه أجر قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب على لسان جميع الأنبياء هذا يدل على أن الله عز وجل عندما يرسل الأنبياء يرسلهم ليعطوا لا ليأخذوا لأن النبي إذا كان يعيش على مال قومه لن يستمعوا له لذلك من الحوارات العجيبة في القرآن الكريم أن الله عز وجل يستغرب من قريش عندما كانت تجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يدعوهم إلى الهدى ويدعوهم إلى الثراء يعني عندما عرض عليهم الإسلام قال قل لا إله إلا الله تفلحوا هذا في الآخرة وفي حياتكم وتملك بها العرب وتدين لكم العجم إذن أنا لم أتي لأجعلكم دونا من الناس أنا لم أتي لأخذ من أموالكم بل أتيت لأجعلكم سادة الدنيا في العلم وفي المال لذلك الصحابة قالوا قالوا يقول صفوان كنت سابع سبعة نأكل أوراق الشجر وما من اليوم أي بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل الإسلام إلا وأمير على مصر من الأمصار بالحق وبالعدل لذلك نجد أن الله عز وجل عندما يمتن على نبيه بالغنى فهذا شأن الغني الرازق وليس شأن كما قال اليهود الفقير لذلك سيدنا أبو بكر عندما سمع هذا اليهودي فينحاص عندما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال فينحاص إن رب محمد فقير فقام سيدنا أبو بكر فلطمهو فاستغرب اليهودي وهرع إلى النبي عليه الصلاة يا محمد إن صاحبك ضربني قال لما فعل؟ قال لقد قال على الله قولا عظيما أي يعني اليوم الذي يقول على الله فقير هذا قول عظيم والذي يقول عن نبيه أن النبي فقير هذا قول عظيم لماذا؟ لأنك عندما تتحدث عن الرسول فأنت تسيء للمرسل عندما أقول أن الله عز وجل يبتعث نبيا يعيش عالة على قومه أو على مال زوجته أو على مال أصحابه أو يموت ودرعه مرهونة عند يهودي أنت تشير بجهل أو بعمد إلى من أرسله يعني اليوم دكتورنا اليوم لو أنا رأيت لا صمح الله ابن ولدك يقف على باب المسجد يتسول أنا لا أعيب عليه سأعود إلى والده أقول له كيف يترك والده هذا الابن يتسول لله المثل الأعلى لله المثل الأعلى أن الله عز وجل الغني الرازق الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وعنده غزائن الغيب يرسل نبيا ثم يعيش عالة على أصحابه أو على زوجته هذا بإذن الله عز وجل ما سنفصل فيه في هذه الحرقة بإذن الله عز وجل دكتورنا الفاضل سمعنا الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقع في بيته كذا يوم من النار وكان يربط بطنه وخرج فوجد أبو بكر وعمر وقال هذا ما أخرجني البيت هذه الأحاديث ما هي دلالاتها فهمها يعني هذا ما اعتدنا عليه صحيح صحيح الله عز وجل أكرمني بعد جهد ثماني سنوات في هذه الرسالة أن جمعت أكثر من ثلاثة آلاف صفحة خلال ثمان سنوات لجمع جميع ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام من أموات وجميع ما أنفقه فكان هناك مصادر كسب النبي العشرة ومصارفه العشرة ثم ملمح خطير جدا وهو ما أوقفه النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته يعني اليوم السؤال دكتورنا نعم الناس تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي تزوج هؤلاء النسوة جميعا طيب النبي تزوج أكثر من أربع عشرة امرأة ناهكة عن الجواري أو السراري أو من وهبت نفسها للنبي أو ما دخل بها ولم يتزوجها أو دخل ثم طلقها هناك عدد من النسوة يتزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام مات عن تسع نسوة السؤال الآن النبي عليه الصلاة والسلام من أين كان يطعم هؤلاء النسوة هو شخصيا من أين كان يأكل الآن تزوج هؤلاء النسوة عنده ليس بيت عنده بيوت طيب من أين كان يعيش هذا سؤال مشروع وهذا ما قدمت به لبحثي يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن هناك أسئلة أربع لا تزول قدما عبد حتى يسأل عنها السؤال الثالث وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه طيب يا سيدي يا رسول الله أنت من علمتنا ذلك مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته هذا السؤال مشروع صحيح اليوم تفتخر الدول أنها تسأل قادتها من أين لك هذا اليوم هذا السؤال مشروع لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي علمنا أنه ما من عبد إلا ويسأل هذا السؤال ونحن نضيف ليس من أين لك هذا وأيضا أين أنفقت هذا لأنه علمنا بذاته بشخصه عليه الصلاة والسلام أنني أنا مستعدا للإجابة على هذا السؤال في الدنيا قبل الآخرة وهذه مهمة كل وسلم أن يستعد للإجابة على هذين السؤالين اليوم النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا البحث وفضل الله عز وجل لم يسبق أن كتب في هذا الموضوع على الإطلاق من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم إلا في شذرات وإلا في بعض الكتب ما ورد من بعض الأحاديث التي جمعتها يعني الآن أنا لا أزعم أنني أتيت بجديد إنما جمعت ما كان منثورا في الكتب لكن دوته في هذا السفر لم يسبق أن دوين في سفر خاص عن أموال النبي عليه الصلاة والسلام الآن جمع في ذلك لكن جل هذه الموضوعات هي موجودة في الكتب وفي صحاح الكتب لأضرب على ذلك مثال جميل اليوم لو أتينا بشباب العالم الإسلامي والنساء والمسلمين عمان قلنا لهم تخيلوا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا لهم ارسموا الآن نأتينا بورقة وقلم أنا اتفضلوا بالله يرسمنا بيت النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يتبادر إلى الذهن هو هذا البيت القديم الذي ليس فيه نار ليس فيه طعام ليس فيه شعير غرفة صغيرة يعني غرفة صغيرة حصيرة على الأرض يعني وسادة من أدم حشوهاليف هذا ما هو في أذهاننا الآن في عنا واقع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت تزوج أكثر من 12 امرأة طيب هل كنا عشنا في بيت واحد على وسادة واحدة في سرير واحد من طعام واحد من كوب واحد يعني شيء بدهي أن يكون هناك غرف وهذا ما هو مثبت حتى تاريخيا وفي الآثار أنا لكل زوجة من الزوجات كان لها بيت وكل زوجة لها سرير وكل زوجة لها طعامها وشرابها وصداقها ونفقتها هذا كله من بيت رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام إذن هذا الشكل العام في أذهاننا توارثناه عبر الأجيال أن النبي لا يملك شيء طيب من أين يعشنا هؤلاء النسوة من باب التفاخر للأسف أن النبي يعيش على الصدقات يعيش على الهبات يعطيه أبو بكر تعطيه السيدة خديجة هذا الكلام في ظاهره يعني مدح لفقر النبي عليه الصلاة والسلام لكنه في الحقيقة هو ذنب للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الله عز وجل عندما فرق بين أمة الثراء وأمة الغنى قال الشيطان يعدكم الفقر إذن من يتحقق الفقر فيه وهنا أعني بالفقر المتعمد بالفقر الذي نسعى إليه من يتحقق الفقر في هذه الأمة التي تتعمد الفقر يتحقق فيهم قول الشيطان الشيطان يعدكم الفقر أما الأمة التي تعيش حال الثراء فإنه يتحقق فيها وعظ الله عز وجل أن الله عز وجل يعدكم مغفرة منه وفضل والفضل هو الزيادة في المعيشة والنفقة فعندما قال ربنا عز وجل عن يوم الجمعة وابتغوا من فضل الله أي من رزق الله عز وجل إذن حتى عندما خاطب اليهود عندما تحدث الله عن اليهود قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة فإذن صفة المسكنة صفة الضعف صفة الفقر صفة الذلة هي من صفات الأمة غير الإسلامية وعندما نرى حال الأمة على خلاف ذلك فلا بد أن هناك إشكالا ما يعني أنا أعطي مثال ولو باب الدعابة ذهبنا مرة الآن في الأردن الطيب ذهبنا إلى أحد الإخوة وقال أدعوكم إلى منسف ثم وضع وإذا نجد بعض الرز ويعني قطع صغيرة جدا من اللحم فقال له الجميع أنه يعني هذا يشبه المنسف هذا يعني شعار وين المنسف؟ المنسف عليه كل شيء فاليوم للأسف للأسف اليوم بعض الناس يظن أن هذا العالم الإسلامي هو هذا الإسلام عندما تقرأ أن آخر إحصائية 853 مليون مسلم تحت خط الفقر في آخر إحصائية لمركز الاقتصاد الإسلامي في القاهرة للدكتور عبد الحليم عمر 853 مليون مسلم تحت خط الفقر طيب من هو إمامكم في هذا الفقر؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الأكرمين وهذا في نص البخاري اليوم عندما نقرأ في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث محفوظ لكن أنا أستغرب كيف نفهمه كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة صحيح هذا حديث في البخاري وكان أجود ما يكونه في رمضان طيب الآن الجود مرتبة أعلى من الكرم يعني اليوم تقول فلان كريم من هو الكريم؟ الذي إذا سألته أعطاك لكن الجواد هو الذي يعطيك بلا سؤال فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جوادا وليس جوادا عاديا كريح المرسل يعني خذ 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 طيب من أين تأتي؟ لأن سؤال مشروع أنت يا رسول الله يأتيك صفوان بن أمية فتقول يا صفوان وهو مشرك هذا الوادي من أدناه إلى أقصاه أربعمائة خمسمائة رأس من الغنم هو لك طيب تعال اليوم نحن بعصر مكاشفات وعصر مصارحات يا سيدي يا رسول الله من أين تعطي هذه الأغنام؟ إذا كانت من مال الدولة فبأي حق الآن الله عز وجل وضع نصابا لتوزيع الخمس فاليوم في عنا غنيمة أربعة أخماس للجنود خمس للنبي عليه الصلاة والسلام طيب هذا الخمسمائة غنم يعني الفارس بكل كتب ارجع إلى كتاب الأموال للعبيد بن السلام للفارس هذا شات أو شاتان ولغيره شات واحدة له مثلا فرسان وللآخر فرس واحدة طيب هذا الصفوان وهو مشرك من أين تعطيه يا سيدي يا رسول الله هذا المال؟ تساؤلات مشروعة والنبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد في العالم الذي حياته تحت ضوء الشمس فلا يوجد شيء مخفي ولا يوجد شيء يعني من قبيل الواسطة ولا من باب أنه والله هذا خصوصية لا 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 ما دام الأمر يتعلق بمال الأمة فالنبي أبعد ما يكون عن الشموهات عليه الصلاة والسلام لذلك الله عز وجل حسم المسألة قال ما كان لنبي أي غل والغلول هو الصرقة من مال الدولة فالنبي يستحيل كما يقول دكتور نارات بن أبلسي مستحيل وألف ألف مستحيل يد النبي لا يمكن بحال من الحال أن تمتد إلى مال الدولة جميل دكتورنا يعني هذا واضح يد الدلالة عجيبة جدا أنا منصة يعني لكل كلمة ولكل لفظة تتكلم بها وهي رائعة جدا النبي سلم هو غني والفقر هو ضعف الفقر ضعف والأنبياء لا يعرفون الضعف كانت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصادية طيبة أنت تتحدث تحديدا أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ثري كان على هذا الكلام تتكلم به وعلى هذا التوزيع الذي يوزع النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيدك الأحاديث الواضحة كان كالريح المرسلة يعني أن النبي لا يمكن أن يكون كريح المرسلة إذا لم يكن معه مال يقدمه وكما فهمنا سابقا أن وزارة المالية في بجانبه وهي السيدة خديجة الله أكبر وهذا يمكن من الكلام الذي تكلمنا به من الأخطاء الشائع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ثغين ونأين له هذا المال الآن هذا السؤال المشروع هذا السؤال الطيب دعني فقط أختموا هذه الصورة عن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لكي من يحب أن يتابع الآن لدينا دليل من القرآن الكريم بعيدا عن كل ما سندكره من حديث وتأويلات الآن ذكرنا أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام في سورة أذهان الناس هذا البيت الفقير المعدم الذي لا يوجد فيه لكن تعال إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب الآية 53 لأن نتحدث قرآن لا عبد الفتاح ولا أحاديث ولا شيء القرآن ماذا يقول لنا؟ يقول لنا النبي ليس عنده بيت بل بيوت يعني بعض الإخوة الدعاة له برنامج ليلة في بيت النبي اليوم نقول بيوت بيوت الله يقول أن النبي لديه بيوت وليس بيت وعندما يقول الله عز وجل بيوت النبي أي ملك النبي يعني هذا تمليك تمليك من أين يمتلك هذه البيوت هي ملكه هل ملكه يعني أخذها من أبي بكر أو عمر أو من خديجة ملكه الله يقول ملكه والله يثبت أموال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول ربنا عز وجل لكن الرسول والذين آمنوا معه انظر إلى العبارة ومن هنا أتيت بالعنوان لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أي النبي عليه الصلاة والسلام جاهد بماله بنص القرآن إذن لديه أموال يعني القرآن يقول النبي جاهد بماله بعدين نقول لا لا ما كان عنده أموال كان يستعير كان يستقرض طب القرآن يقول أن النبي جاهد بماله وبنفسه ولا أحد يشك في جهاد النبي عليه الصلاة والسلام فما بلكم تشكون في أمواله الآن هذه البيوت يصورها الله عز وجل أنها كانت مطعم وباللغة العامية حتى يعني المشاهدين يتابع منا كما تقول سوبر ماركت اليوم فيها كل شيء في طعام وفي أدوات طب وين هذا في الكتاب الله لاية 53 صورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمن لا تدخلوا بيوت النبي أولا بيوت إلا أن يؤذن لكم الآن التصور العام أنا فائت لعن بيت النبي بس أتعلم لأنه نحن شخصية النبي عندنا فقط للتعلم فقط النبي عنده علم طيب الآن القرآن ماذا يقول إلى ماذا يدخلون الصحابة الكرام لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام الله أكبر التصور العام أن النبي يأكل عند الناس يهدى إليه يعيش على مائدة زوجته على مائدة سيدنا أبي بكر على مائدة فلان يموت ويدرعه مرهونة عند يهود القرآن ماذا يقول أنتو أنتو أيها المؤمنون لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام يعني لا تدخل بيت النبي إلا النبي يسمح لك أدخل ماذا أصنعه في بيتي سيدي رسول الله أكل وهذا قرآن يتلى يعني مو حادثة لو حادثة فردية بعضهم يعني يجعل الآية أنه بحادثة بسيطة أو قضية بسيطة ما كان الله جعل قرآن يتلى إلى يوم القيامة لو شغل يوم واحد النبي ضيف واحد لئمة ما في داعي تذكر في القرآن القرآن يقول لك لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه وهذا من أعجيب اللفظ القرآني غير ناظرين إنا أي غير منتظرين نطجه يا جماعة من شدة الزحام على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا يستطيع أن يرد سائلا وأما السائلة فلا تنهر فالناس يدتافعون يقولوا أنس كانوا زهاء ثلاثمائة وهذا باستمرار باستمرار يدخلوا يريدون أن يدخلوا فالله عز وجل ينزل قانون ينظم الدور لا تدخلوا لحتى ينضج الطعام الآن كل بيت بيوت النبي تسع بيوت عشرة بيوت كل واحدة حاطة وعاء وعم تطبخ طيب لا تتسع هذه الحجرات إلى أن يدخل الناس جميعا فالقرآن ينظم الدور لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه انتظروا لا ينضج هذا التدافع على بيت النبي ليتوقف حتى ينضج الطعام يعني مثل ولو بعيد جدا اليوم تذهب إلى بعض المطاعم المشهورة تجد الناس ماسكين الرقم بالدور شو عم ينتظروا عم ينتظروا يعني الدور لحد ينضج الطعام يعطوه جبتاني ينضج طعام فالآن يتدافعون القرآن ينصف مو أنا ولا أحد الغير ناظرين إلى الآن فإذا طعيمتم فانتشروا الآن أنت مفايد تأخذ درس عند النبي عليه الصلاة لماذا لا نعلم أن النبي إلا أنه يعلم الآن النبي يطعم يعني لم نقرأ يوما أن النبي المطعم لم نخطب يوما عن النبي المطعم وبالتالي هل أنت على نهج النبي المطعم هل بيتك يتدافع إلي عليه الناس ليأكلوا ويشربوا موجا يتعلمون ولا أريد منكم جزاء ولا شكورة يعني الناس جايين لبيتك ممشاني تتصور معهم وتحط على الفيس إنه والله تشوف الناس أجد أكلت عندي ولا أنا صاحب جمعية خيرية تعيشوفوا أنا شو عم بشتغيل وشو عم معطي فقراء الناس تتدافع لتأكل و الله معك فإذا طعمتم فانتشروا طيب طعموا فانتشروا الآن بعضهم للأسف مثل وضعنا الحال اليوم جاي لعندي الشيخ بده يأكل بده يسأله طيب الآن مو قد سؤال فالله عز وجل يقول لهم لهؤلاء النبي الآن ما فاضي الناس عم يدخلوا ناس ويطلعوا ناس وهو يعدوا الطعام للضيوف قال ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي منها الحق النبي يستحي أن يقول لي فلان أنه أنا بعدين بجاوبك أنت عم تاكل هو عم يأكل وبدو النبي يحكي لي عن الإسلام طيب أنت جاي تاكل وفي ناس وقفين بره بالدور يتزاحمون على بيوت النبي عليه الصلاة فالله يقول له إذا أكلت امشي فضل ودع غيرك يدخل فيأكل ولا تسأل النبي الآن موقت سؤال أنت جاي تاكل هلا فالآن العجيب جدا الناس تطعم على مائدة النبي بينما التصور أن النبي يأكل عند الناس وعلى صفرة الناس وحاشا لرسول الله طيب بس بس يأكلون الآن فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق الآن وإذا سألتموهن متاعا هاي هاي أنا الحالة هاي وقفت عندها أكثر من شهر وأنا أبحث وأراجع وأدقق يا الله ما لي هذه الروعة وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من أسأل أنا أراجع النص مرة وثنتين وثلاثة أنا أحتاج إلى متاع وإذا سألتموهن متاع أسأل من الضمير عائد على زوجات النبي عزيز السلام لماذا لأنها أمك وأمي وأم السادة المشاهدين وأزواجه أمهاتهم هي زوجة النبي هي أمي الآن أنا أحتاج إلى متاع والمتاع يشمل كل شيء أريد كأس أريد زر أريد ملعقة أريد أي شيء من الأدوات التي كانوا يحتوجونها يقول لك الله عز وجل كانوا يسألون نساء النبي اسألوهن والفاول للفورية والتعقيب مجرد ما احتجد أول من تلجأ إليه مين بيت النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن نحن منعرف أن زوجات النبي ما عندهم ولا يوخذوا في بيتهم نار ويمروا الهلال والهلال والنبي يربط الحجر طب منين الآن عندنا معلومات سابقة وعندنا قرآن وهذا النص قطعي ما في احتمال لا لا تأويل ولا لا 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 تشويه ولا نقول منسوخ الآن يقول فاسألوهن ولكن من وراء حجاب يعني فيه ستار على الباب وليس مقصود بهن الآن هون ليس هو حجاب الرئيس إنما هو الحجاب الساتر ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم إذن أنا أدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام آكلوا وأشربوا وأحتاجوا المتاع وأخرجوا وقد ترات كل المجال لغيري هذا وصف بيت النبي وبيوت النبي في القرآن وذاك وصفه في أذهاننا أيهما نصدق الآن إشكالية أنا عندي قرآن القرآن لكن الشيخنا الأحاديث الواردة جميل جدا جميل جدا الآن بدنا أول شيء أن نثبت ما هو مثبت أن الله عز وجل وعد نبيه بالغنى وهذا قطع لأن يعني ضعني أعضي لك بعض الإشكاليات التي واجهتني خلال الحوار جرى حوار بين أحد العلماء من أساتذة الكرام رحمه الله تعالى الدكتور شوقي أبو خليل وبين دكتور أحمد شلبي المتخصص في علوم الأديان يقول دكتور أحمد شلبي يقول كيف نوفق بين ثراء النبي عليه الصلاة والسلام وأموال النبي التي ثبتت في حديث صحيحة وبين قوله وبين مات النبي ودرعه مرهونة عنده وهذا حديث ينبغي التوقف عنده لشرحه مطولا أكثر من سبعين صفحة فقط في شرح هذا الحديث طيب فخطر في بالي أن يكتب هذه الكلمة تجاوزا قال كيف نوفق بينه ووجدك عائلا فأغنى وبين مات ودرعه مرهونا لا شك أن الله أفقره بعد إذ أغنى يعني في آخر حياته النبي أفقره فأحتاج إلى يهودي فغضب الدكتور الشوقي قال هذا لا يصح الآية محكمة ولم ينسخها ناسخ فإذا قلنا أن الله عز وجل أفقره بعد إذ أغنى سيأتي من يقول كيف بكم ووجدك ضالا فهدا ربما يأتينا يقول أحد وأضله بعد إذ هدا يعني كما قلنا أفقره بعد إذ أغنى سيأتينا من يقول وأضله بعد إذ هدا فيأتينا من يقول أن النبي يعني هجر آخر عمره وأضله الله وضاعت علومه وأفكاره هذا تشويه لي لما ثبت من الحق لما ثبت من حق أن النبي عليه الصلاة والسلام إمام الدنيا والآخرة إلى آخر لحظة من حياته وهو الذي أغناه الله بوعده إلى آخر لحظة من حياته طيب إذن ماذا أفعل بهذه الأحاديث أولا يجب أن أعرف أن هناك عشرة مصادر دخل للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام والرسالة موجودة على الإنترنت وموجودة في عدة نشرات وعدة طبعات للكتاب أموال النبي عليه الصلاة والسلام كسبا وأنفاقا وتوريثا إذن كان هناك عشرة مصادر لكسب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أثار حفيظتك عندما تتحدث عن السيدة خديجة يعني البعض يقول النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عمره 25 سنة والروايات تقول بين أن السيدة خديجة بين الأربعين وبين 28 عند الحاكم 28 وعند غيره 40 بغض النظر فهناك 15 عاما بين زواجه من السيدة خديجة وبين نبوته هل التصور أن النبي تزوج وجلس هكذا في البيت؟ وهو الشاب الممتلئ نشاط وحيوية ومهارة في التجارة هل يعقل أنه جلس يعيش على مال زوجته؟ هل هذا الدرس الذي نريد أن نعلمه شبابنا؟ يعني اليوم أنت اجلس في البيت وتزوج امرأة سرية وخلاص وانتهى وافعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج السيدة خديجة وأنقدها مهرا اليوم 12 بكرة 12 جمل مهر السيدة خديجة ما دفعه النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عائلة فقيرة يعني البعض يتصور أنه النبي فقير وعائلته فقيرة طيب يا سادة من هم عائلة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بني هاشم طول ولا بني هاشم أولهم عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام هاشم من الأصل هو الذي يحشم الثريد ويطعم الناس ومنها يعني ما تنعمون به بهذا البلد من هذه الأسرة الطيبة عن كابر عن كابر يعني هذا الكرم لأن كلمة هاشم ممن كان يحشم الثريد ويطعم الحجاج والآن عندما تقول العائلة الهاشمية التي استمرت على هذا الخلق الآن يطعم من هذا الرغيف الأردني عشرات الناس من السوري واليمني وكل الجنسيات تأتي تأكل من هذا الرغيف هذا نسبة لهذا الجد الذي زرع هذه البزرة فهذه فطرة غريزة تسري مع الدم موضوع الكرم هذا أمر منهي فالنبي عليه الصلاة والسلام من هذه العائلة التي كانت تستلم سقاية وإطعام الحجاج تعال إلى جده عبد المطلب جده عبد المطلب هو صاحب الحادثة الأشهر في عام الفين عندما دخل أبرها دخل وكان هناك مئتي رأس من الإبل لمن؟ لعبد المطلب وجاء وخاطب الملك في الحادثة المشورة طيب الآن واحد عنده مئتين جمل اليوم الجمل حقه 1500 دينار واحد عنده مئتين جمل ثرين فقير مئتين جمل وقبل قليل فدى عبد الله يلي هو والد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بمئة جمل فالثروة المعلنة فقط يلي عمدت تتداول الأموال المنقولة في عنا منقولة وغير منقولة الأنمال المنقولة 300 جمل يعني عبد دفع مئة لذلك ستجد فيما بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاد فداء نفسه عندما قطم مئة جمل في حجة الوداع مئة جمل مئة جمل يعني قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يا سادة قبل وفاة النبي بـ 83 يوم يقدم مئة جمل من ماله الخاص ثم نقول فقير مئة جمل مئة جمل يعني أنت ما عم تحكي عن شيء عادي ما عم تحكي عن دجاجي أنت عم تحكي مئة جمل نحر 33 ستين بيده الشريفة والباقي نحرهم سيدنا علي رضوان الله عليه إذن هذا الجد هو هذا الجد هذا الغلام الذي سيأتي أعمامه سادة قريش والأثرياء منهم لذلك عندما ولد النبي عليه الصلاة والسلام الحادثة المشهورة التي يظنها الناس أن حليمة لم أخذت سيدنا محمد لأنها كان أفقر الناس ولم تجد له هذا الكلام غير صحيح ارجعوا إلى طبقات ابن عساكر ستجدوا أنه ما من عم من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأهدى حليمة إبلا ومقطعات من الثياب هذا النص لذلك كل الغلمان بقي سنتين هو بقي أربع سنوات يعني لو كان العملية يعني صدقة من حليمة بتخلي واحد سنتين يعني تخلص منه بسنة ونص تبقيه أربع سنوات لشدة ما كان ينفق على النبي عليه الصلاة والسلام في دار حليمة وفي ربعها مع الكرم ومع الجود الذي رافق وجود النبي عليه الصلاة والسلام عند حليمة إلى يومنا هذا يعني يقال بعض الأخوة قال لي المكان الذي تربى فيه النبي لا يزال حتى الآن ينعم بالخضرة في منطقة الطائف الآن النبي عليه الصلاة والسلام هذه عائلته إذن هو أتى من عائلة ثرية عائلة تشتهر بالتجارة لما ترعرع وبدأ بالعمل المعلومة المتعارفة عليه أن النبي كان يرعى الغنم لأهل مكة الرواية الصحيحة كان يرعمه كان يقول عليه الصلاة والسلام كنت أرعى غنما لأهله يعني واحد عائلته عنده 8 أعمام وعنده هائل عائلة كل ياتها يرعى غنم لمن؟ يرعى غنم لأهله ليس للناس هذا ماله وماله أعمامه نشأ ثم بدأ بالتجارة مبكرا عندما سافر مع عمه أبو طالب فالشاب ابن عائلة ثرية قريش كلها تعمل بالتجارة فهو نشأ تاجرا ونجأ بارعا وهذا من كرم الله عندما يمتن الله عليه أنه امتن عليه بالغنى من أساليب كيف أغنىه الله بهذه القدرة على المهارة الآن من المهارات التجارية للنبي عليه الصلاة والسلام والتي أعجبت بها خديجة عندما كان يذهبوا بالتجارة في عنا شيء بالاقتصاد أنا أدرس إدارة المشاريع والاقتصاد بشكل عام في عنا في شيء اسمه دورة رأس المال يعني اليوم كيف تعرف تاجر أمهر من تاجر أنه أنا عندي 100 ألف دينار أنا لبعد سنة بساويهم 120 لكن في تاجر بعد 6 شهر 120 برد المئة وعشرين برد بدورهم دورة تانية بصيره 140 لآخر السنة فأنا بعمل دورة لرأس المال مرتين هذا ما كان يمتاز به النبي عليه الصلاة والسلام يشتري البضاعة على الطريق يبيعها ثم يشتري بضاعة أخرى ويأتي بها إلى المدينة اشتهر بهذه البراعة فسمعت السيدة خليجة فأضعفت شوف النصوص أضعفت ما كانت تعطي غيره يعني أنت بعطيك والنبي عليه الصلاة والسلام يشريك مضارب ليس أجير هو مو أجير بس أنت تاجر فأنا بعطيك المال وهذا اسمه علم المضارب في الاقتصاد الإسلامي أنت بتاخد جزء وأنا باخد جزء غالباً بيعطون تلتين للعمل وتلت لرأس المال فقالت له أنه أنا بعطي أرباح للناس أنا لحعطيك الضعف النسبة ضعف مقابل أن تعمل بتجارتي فعمل بتجارتها فربح فلما عاد تقول الرواية فأضعفت ما كانت قد سمت له يعني إليك 20% ربح لما إجعته 40% جايب الربح وجايب يعني أضعاف الأرباح معه يعني بيسال مع الفارق مثل عروة البارقي حديث عروة البارقي لما أرسله النبي ليشتري شات عليه الصلاة والسلام ليشتري شات فأعطاه دينار ماذا فعل عروة ذهب فاشترى شاتاً بدينار وهو عائد عرض عليه أحد الناس أن يشتريها بدينارين فباعها ثم عاد فاشترى شاتاً بدينار وعاد إلى النبي بالشات والدينار فقال له النبي بارك الله في صفقة يمينك تاجر ماهر فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد التجار المهرة عندما عرضت السيدة خارجة عليه أن يتزوجها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأنقذها المهر وهو سيد البيت يعني اليوم للأسف في إحدى الكاتبات تعرضت لها في الكتاب ألفت كتواب بعنوان دثريني يا خديجة تزعم فيه أن النبي إنما عاش على مالي زوجته وللأسف بعض المفسرين للأسف يبينون ذلك ويثبتونه فعند قوله تعالى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى يقولون فأغناك بمالي خديجة يعني لحالهم بيضيفوا كاف وبيضيفوا بمالي خديجة الآية تقول وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى أي العائد إلى الله نعم هم يقولون أغناك أي بمالي خديجة يعني ما وجدوا وسيل إلا أن النبي يمكن أن يصبح معه مال إلا من خلال زوجته وهذا اتهام هذا اتهام للنبي عيسى صلى الله وهذا فضيلة الشيخ يعني بقودنا أيضا لغين النبي صلى الله عليه وسلم بداية التروى والبناء الذي قام به الآن إذا لم ندرك من أين أتى لأنه الآن دائما تشك في الإنسان الذي يصبح عنده مال فجأة هذا بتقول أبصى من أين كذا أنت محدث نعمي الرجل انتقل من خيار إلى خيار من الأصلاب الطاهرة وانتقل من ثراء إلى ثراء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني وعمل بهذا الثراء ووسعه وليس جديدا عليه يعني حادثة بسيطة الأطفال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يذكر ابن عساكر في الطبقات أن الأولاد كانوا يلعبون وكانوا يتقاذفون بالجلة الجلة هي نوع من الطين فقام أحدهم وأراد أن يرمي النبي عليه الصلاة والسلام طفل فيقول له الغلام إياك أن تفعل ذلك فهذا ابن كرام العرب وما من أحد إلا وله نعمة مجللة من أهل هذا الغلام الله كلهم كلهم يعيشون على مال جده فجأة يصبح فقير ما أدري لماذا فجأة كيف يصير فقير ما أدري الآن هذه العائلة التي تناقل منها هذا عائلة الثراء حتى أن ابن عباس رضي الله عنه يقول أصابت قريش رمة أصابتهم مجاعة فما كان أحد أيسر من رسول الله والعباس عليه الصلاة والسلام لأنه لما بدوا يحتاجوا لم يبدوا يلجأوا يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى شيء لم يفعله أحد من البشر اليوم يتفاخر الإنسان أنه كفل يتيما لأن والده مات النبي عليه الصلاة والسلام يكفل إنساناً ووالده على قيد الحياة يعني حدا بساوية هاي أنت تشوف أنه والله أنت إليك أخ والله أخ عندي أربع خمس أولاد تعالي يا أخي أنا يعني كتار عليك هدول أنت ما حسنا تصرف عليهم واحد من أبنائك لحجيب عندي وطعامه وشربه ودراسته وتعليمه وتزويجه عليه حدا بيعملها هاي النبي عليه الصلاة والسلام فعلها عندما ذهب إلى أبي طالب ذهب هو عمه العباس وأخذ علي بن أبي طالب أسكنه عنده وأطعمه وصقاه وربه وزوجه هذا ما حدا بيعملها غني لما فقير إذن بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالتجارة وكان يربح واستمر في التجارة وهذا الملمح الذي أريد أن يركز عليه السادة المشاهدين الناس تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام توقف عن التجارة يا سيدي النبي تاجر قبل البعثة وبعد البعثة ما توقف هذه مهنته هذه حرفته يعني اليوم سيدنا أبو بكر عندما استلم الخلافة تاني يوم نزل إلى السوق ما أحد يتصور أن عمل الدعوة يؤجر عليه وأن خدمة المسلمين يؤجر عليه هذا المفهوم بعيد أنه أنا عمل الدعوة بأخذ من وراء أجر أنا عمل خدمة الناس بأخذ من وراء أجر عملي لحال عملي لحال مستقل فقالوا يا سيدي يا أبا بكر كيف تنزل؟ قال أنا أريد أن أطعم أهلي أنا أبو بطعمهم من مال المسلمين ففرضوا له عطاء وبدأ الشيء اسمه راتب الخليفة بدلا عن هذا الوقت حتى يتفضل الآن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليطعم من أموال الناس الدليل اسألني عن كل شغلي عن الدليل أنا جاهز بإذن الله عز وجل لأنه بحث يتعلق بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الله يقول لهم لقريش عندما كان يتحاور معهم يقول الله عز وجل أم تسألهم أجرا فهم بمغرم مثقلون أنت سألتوا شي مرة يا محمد يعطوني أجر يعني القرآن يستغرب والآيات نزلت وقريش موجودة فلو كان النبي آخر من واحد دينار كان يجا قال له طب أنت طلبت من لي القرآن يقول أم تسألهم أجرا وأجرا هون نكرة يعني ولا أجر ولا واحد بالألف أم تسألهم أجرا فهم بمغرم يعني متدايئين هنين من الأجر الكبير لك ما طلبت منهم لا مال ولا جاه ولا عز حتى لما عرضوا عليه أبا الآن عليه الصلاة والسلام لما لإثبات أنه كان تاجرا قبل البعثة وبعد البعثة أنه لما أتوا عرضوا عليه الحادث المشهورة إن تريد مالا أعطيناك إن تريد جاه نساء ملك كذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يستغرب مقالتهم فيقولون أنه يعني لماذا تستغرب إننا نراك هذا النص تقوم في الأسواق كما نقوم وتتلمس المعيشة كما نتلمس تاجر تاجر مع التجار يعني زينا زيك لكن أنت زيك فأنت شو بدك في الشغلة يعني هن استغرابهم حتى قالوا لو لا ألقي عليه كنز مدام أنت عم تقول رسول من الله عز وجل طب واقف عم تتعذب معنا بالسوء وتبيع وتشتري شو بدك في الشغلة يقول له الله خليه نزل لك كنز نريد أن يفهمون أنه هذا بطل زمن المعجزات المادية انتهى كان الأنبياء السابقين يعتمدون على المعجزات الحسية أنا متبع معجزة حسية أنا جاي بمعجزة خالدة ومعجزة تعتمد على الغيب لا على المحسوس هذا الفرق لما يسأل الإنسان ما الفرق بين الإسلام وبقية الديانات بقية الديانات أو بقية الشرائع كانت تعتمد على المحسوس بينما القرآن أتى على الغيب نحن الذين يؤمنون بالغيب نحن لا منشوف ولا منلمس إلا إلا يوم القيامة لذلك الله عز وجل أعطانا هذه الميزة لأنه أنت تؤمن بالغيب أنت تعمل بما وعدك الله به أنت لا ترى شيء لذلك كل محاولة كانت من قريش أنه ورجينا أرينا أرينا كيف يبدو ورجيكونا إذا شفتوا خلاص صار الإيمان بالمحسوس مو بالغيب والدين قائم على الإيمان بالغيب حتى القرآن صور المشهد هذا الحوار قالوا وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الرسول يجب أن يكون ملك يجب أن يطير يجب أن يقعد هذا عم يعيش مثلنا فأهل وأهل كنت إلا بشر الرسول أنا بشر والبشر يأكل ويشرب ويحتاج ويعمل وكل شيء واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تجارته قائمة وكان يكسب وكان ينفق على السيدة خديجة لأنه بيته طب دليل أنه لم يأخذ من مال السيدة خديجة مشهدين رائعين وهذا رد على من يقول أن سيدة خديجة كانت تنفق علي الآن أول شيء الشهادة من الشخص نفسه اللي هي السيدة خديجة يعني اليوم يحكي ميت واحد بس صاحب العلاقة إذا كان موجود خلاص يا أخي أنا موجود أنا ليش عم تسأله حدا يعني نحنا نقول سيدة خديجة أعطت وما أعطت طب تعني سأل السيدة خديجة نفسه لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من الغار وقال زميلوني زميلوني دثروني دثروني انظر ماذا وصفت السيدة خديجة النبي وماذا قالت له وأنا الآن يعني أتحدى أن يعني يفتخر الرجل ويقول اسمعوا شهادة زوجتي به يعني أي أمر شوي صعب لأنه إذا كشفت المستور من روح فهو يزعم مثلا أمامنا أنا كريم أنا شجاع أنا قوي هذي كيف تعرف تعرف القصة كلها فالآن السيدة خديجة رضوان الله عليها تتحدث عن سيد الخلق قالت والله لا يخزيك الله أبدا يابن العم إنك الآن بتتحدث عن خمس صفات العجيب أنها كلها مالية إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق جميل كله مال طيب المفروض المفروض زوجة يعني لسه ممبين أنه نبي أو غير نبي يعني لسه أول مشهد المفروض تقول له أنه والله يعني طول بالك يا زوجي أنا هلأ بعطيك هدئ من روعك يعني إذا خايف أنا بأنفق عليك الآن هي تعترف أنه أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنت تقدم كل هذا الخير لهؤلاء وهذه فطرة أنه من يحسن إلى الناس يحسن إليه فألت له أنت مستحيل واحد بهالكرم تكسب المعدوم الناس اللي ما عنده أنت بتعطيه وتحمل الكل يلي ما بيعرف يشتغيل يلي ما بيعرف تصلى أنت بتساعده وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف شو الضيف لهم يساوي يعني بيشبه يحسن طعام ويصل أرحامه بالخير كما قلت أصابت قرية شريمة فما كان أحد من رسول الله والعباس إذن هذا الرجل معروف أولا عند زوجته أنه كان يقدم عطاء ماليا كان ينفق طيب هذي شاهدين من أول حياتها الآن مباشرة إلى السنة العاشرة للبعث إلى وفاة السيدة خديجة قبل وفاتها بخمسة أشهر وقد كان هناك حصار الشعب جزاك الله وخير كان هناك حصار الشعب شعب أبي طالب الآن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنوات الذي لا يعيه بعض المسلمين للأسف يقول النبي يعني الفقر والحصار طيب واحد اليوم إنسان بس أغلق عليه الباب الموني اللي عنده بالبيت أديش بتكفي المال اللي معه أديش كفي يا أخي كفي شهر شهرين طيب المال معه بالبنك يعيشه ست شهور سحب مصاري وسحب دفع إنسان يعيش ثلاث أشهر ثلاث سنوات رواية 28 شهر ورواية ثلاث سنوات فيش دخل يأتي طيب لو ما كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام من أين كان يعيشون والمشكلة وين أنت أنظر إلى ما كان لدي النبي عليه الصلاة والسلام من أموات أنه كان يعيش أهله من المال الذي لدي في المقابل الشراء مسهل ماذا كان يفعل أبو لهب وأبو جهل عندما يأتي الناس إلى بيعهم طبعا الحصار مو يعني محاصرين وما أحد يدخل وبيطلع أعدين بمكان لكن الناس عم تدخل وتطلع لكن ماذا كانت تفعل قريش كل من يريد أن يبيعهم شيء لأنه كان العهد أن لا يبيعهم أحد ولا يشتري منه أحد حصار اقتصادي حصار اقتصادي نعم أنه قديش بدك تبيع لمحمد أنت وجماعته والله أنا بيبيعهم بعشر نحن بنعطيك عشرين وثلاثين طب من اللي بدي يغامر يبيع النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما دفع له عشر أضعاف خلّ أبو جهل بيعطيني خمسة بيعطيني خمس أضعاف لو ما النبي بدي يعطيه ستة وسبعة ببيعه فإذا نفذت أموال النبي بعد ثلاث سنوات الآن السيدة الخليجية وجدت ما لدى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أنفق جميع عماله في موضوع الشعب للدلال على أن النبي لم تنتد يده لأموال السيدة الخليجية طول حياتها أتت وجمعت الناس وفيهم سيدنا أبو بكر فجمعت مالها ووضعته على الأرض وجلس سيدنا أبو بكر على الأرض يقول سيدنا أبو بكر فبلغ مبان لم يشهدها بصري يعني الطرف الثاني ما شفته جالس الأرض والمال من كتير الدهب ما شاف الطرف الثاني إذن مال خديجي قبل وفاته بخمسة أشهر كله موجود ثم جمعت الناس وقالت اشهدوا أن هذا المال لمحمد إن شاء أمسكه وإن شاء تركه يا من يزعم أن النبي يعيش على مال زوجته أنت لا تمدح سيدي رسول الله أنت تتمه عن جهل أو عن عمد ليك أمواله هذا أمواله إذا من كين كان يعيش ومن أين الفضل لما الله وجدك عائلة في أغنى الآن الآية هاي الآية كما قلنا هي سابع سورة نزولا في مكة طيب أن الله عز وجل يمتن عليه ويقوله وجدك عائلا فأغنى طيب متى يكون الإنسان عائلا عندما تكثر نفقاته وتكثر عياله لأن عائلا غير فقير يعني القرآن يقول عائلا لم يكن فقيرا ما ورد لفظ عن النبي أنه فقير قط لأنه كلمة عائل كثير العيال يحتاج إلى زيادة فازدادت النفقات فأغناه الله عز وجل الآن لو كان يعيش على مالي خديجة وهي الآية من أوائل السور نزولا في مكة كان لازم القرآن يقول ووجدتك غنيا فزدتك غنى لما الله عم يوصف حالته أنه أنت عائل وأنا أغنيتك معناته خديجة إلا دور بالموضوع على رأسنا رضي الله عنها رضي الله عنها لأنه النبي رجل النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم تطبق يعني طبقت عليه الآية الرجال وقوامونها على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا الرجل يوم رجل إذا كان رجل كذكر وينفق أم والله لا ذكر ولا ينفق وين الرجل صفيته تأت فالنبي عليه السلام هو الذي ينفق هو الآمر الناهي هو الذي يطعم هو يده العليا مو يد السؤال يعني أي واحد بدي أقول نبي فقير أخذ أنت حولت ليد سائلة والنبي ليس يد سائل النبي يد معطية هيك الله عز وجل نحن لا نسألك رزق نحن نرزقك واحد قال له أنا برزقك بعدين منقول لو لا لا هو ليست الله دعونا الأ Clinique قال الله قال لا نسألك رزق نحن نرزقك نحن نرزق الله يقول أنه يرزق والنبي بعدين نحن نقول لا النبي كان يأخذ من خديجة أو غير فتصور سيدي هذا المشهد العظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته وهو يراعي هذا الملمح يريد أن يسجل عليه نقطة واحدة من أن هناك يدا تمتد إليه بالعون لذلك وضع قانون لا يستطيعه رجل في العالم الآن نتحدى عبر هذه القناة الحقيقة أن أقول حقيقة لا يوجد رجل في العالم يستطيع أن يدلي بهذا التصريح الذي أدل به النبي عليه الصلاة والسلام ما من غني في العالم إلا ولأحد فضل عليه إلا له يد من عليه أكثر من ذلك ما من أحد إلا ولا يستطيع أن يرد جميع ما قدم إليه من مساعدات يعني لعل واحد يكون أعطي وحاولي يسد أما يرد للكل هذا مستحيل النبي عليه الصلاة والسلام نقول ما من أحد للإطلاق له يد علينا إلا وقد كافيناه بها ما خلى أبا بكر وأبو بكر ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأعطاه قطعة أرض وجعل له بابا يدخل إلى المسجد دون الخلق جميعا فكافاه على ما فعل على الإطلاق معنويا أبو بكر يصلي بالناس وجعل له خوف وعطاه أرضا لآن عندي باب كامل اسمه إقطاعات النبي عليه الصلاة والسلام ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام من ماله الخاص عليه الصلاة والسلام فالنبي يصرح ما من أحد له يد علينا إلا وقد كافيناه بها وستتبعت أنا هذه الكلمة أنا أريد أن أبحث عن إنسان قدم معروف النبي لم يرده له على الإطلاق على الإطلاق المؤلف في قلوبهم اللي نسمع عنهم 19 واحد اللي النبي أعطاهم بغزوة حني ارجع إلى سيرهم كل واحد أعطاه النبي من ماله الخاص ومن مال الدولة النبي أنفق 1750 رأس من الإبل في غزوة حني على ما يسمى مؤلف قلوبهم كل ذلك من جيده الخاص عليه الصلاة والسلام وليس من مال الناس بما أفاء الله عليه من الغنائم سواء كانت من الخمس أو من الأنفال أو من الفيء الذي هو جماع هذه الغنائم كلها فضلت الداعي الكبير دكتور عبد الفتاح حقيقة اليوم الطرح جميل جدا حتى لم أستطع بالحوار تركتك تعطي بأريحي لأنه كلام ممتع جدا حقيقة وذوقيات السمع منفتحة للجميع حقيقة يعني الآن نحن فريحين جدا بهذا الطرح الحبيب محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام نحن الوقت انتهى ساعة كانت سبحان الله سريعة ونحن نتكلم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعن ثراء النبي صلى الله عليه وسلم لكن لهذه المتعة نطلب أن نكون لقاء الأسبوع القادم وبتوسع أكثر ونحاورك بجميع الكتاب نحن جاهزين سيدي حتى نقف على الأسئلة ونفتح مجال للسادة المستمعين بأي سؤال حتى عندما يسألك عن فعل النبي كان النبي يفعل كذا ولا يتقذ ببيته كذا حتى تعطيه الإجابة الآن هذه لديها إجابات استفاضة تامة وهذا البحث جامعي كما ذكرت لك ليس تأليف مهندس زراعي أو مهندس ميكانيك هذا بحث جامعي في الجامعة حكم وأخذ درجة امتياز ويعتمد على صحيحية بخاري ومسلم بطريقة الطرحة التي تتكلم بها مقنعة وجميلة وذواقة وتجذب نقول لك جزاك الله خير الله يزيك خير أنت على الاستضافة طيبة المباركة أنت نيت بحبيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل علينا صاحب الواجب علينا أن نتكلم عن أدق التفاصيل عن محمد صلى الله عليه وسلم عن غنى محمد صلى الله عليه وسلم ننقل الصورة الصحيحة الصافية عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أسأله تعالى أن يحشرنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نقول جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله سيدنا رسولنا هذا الكتاب الآن يعرض على شاشة التلفاز إخواني كان أموال النبي صلى الله عليه وسلم كسبا وأنفاقا وتوريثا هذا تأليف الدكتور الداعي عبد الفتاة سيدي جمع جمع أنا لا أتي إلى ما ثبتت الصحيح الله جزاكم الخير أهلا وسهل ومرحبا شكرا دكتورنا ونلقاكم أيضا الأسبوع القادم باستضافة أستاذنا الكبير دكتور عبد الفتاح جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة